عبر الأقمار الصناعية من بيروت معي دكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور سامي انطلاقا من القانون وما بدأنا بالحديث عنه ما يحق لإسبانيا أن تقوم به إلى أين نتجه؟ السؤال من الصعب الإجابة عليه هل سوف يقدم بودغامونت رئيس الحكومة الكتالية الكتالية على هذه الخطوة ويطلب من البرلمان الكتالاني تأييد قرار الانفصال وفقا لإرادة الشعب كما يقول حيث أن 90% من الذين صوتوا على الاستفتاء قالوا نعم للانفصال صحيح أن المشاركة لم تتعدى 43% ولكن نسبة التأييد للانفصال كانت عالية جدا وأي تسوية سياسية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأرقام حتى لو أن حكومة مدريد لا تعترف بدستورية هذا الاستفتاء ولكن أنا أعتقد أعتقد شخصيا أن بودغامونت لن يقدم على هذه الخطوة بشكل صريح ولكن سوف يستمر بالتصعيد لأن حكومة مدريد حتى اليوم ورخوي تحتيا رئيس الحكومة رخوي تحتيا لم يبدي أي ليونة في مقاربة هذا الموضوع موقفه متصلب جدا مع العلم أن أكثر من طرف بما فيه الاتحاد الأوروبي بما فيه عمدة برشلونة يدعون رئيس الوزراء إلى حل الأمور عبر الحوار على ماذا يعول إذا كان لن يباشر في تهدئة الوضع وحقن المشهد دكتور سامي خاصة كما قلت النتائج واضحة نتحدث عن 90% تقريبا مثل الاستفتاء الأكراد حتى لو هناك المشاركة كانت أكثر باعتقد حتى المشاركة كانت أكثر 70% هنا أقل ولكن لازلنا نتحدث عن أغلبية ساحقة قالت نعم صحيح صحيح هو يعول أولا عن موقف أوروبي الأوروبيون يرون بكثير من الريبة مسألة الانفصال لأن ما يحدث في كتالونيا لن يبقى بكتالونيا كما يقال بالفرنسية لماذا؟ لأن هناك مناطق أوروبية كانت تدعو إلى مزيد من الاستقلالية حتى في إيطاليا ومنطقة بادونيا في الشمال في مرحلة معينة بداية في عام 2011 كانت تريد الانفصال اليوم إيرلندا تريد مزيد من الاستقلالية سكوتلندا تريد مزيد من الاستقلالية كورسيكا في فرنسا ما فتأت يعني تعبر عن إيرادتها بحكم ذاتي إذن هناك يعول على موقف أوروبي يعول على نص الدستور الذي يقول بوحدة إسبانيا يعول أيضا على أكثرية إسبانية ليست كتالونية لا تريد لإسبانيا أن تتفتت ولكن أنا في اعتقادي قامت هذه الحكومة بخطأ حينما رفضت مقاله البرلمان الكتالاني عام 2010 حينما قال بأن كتالونيا أمة وحينما طالبوا وهذا هو المطلب الأساس وأنا من وجهة نظري هذا عمق المشكلة طالبوا بمزيد من السيادة المالية الحل بالنسبة لهذا الموضوع إن كان هناك من حل هو لا مركزية مالية كتالونيا تريد أن يكون وضعها تماما قوضع بلاد البسك منطقة البسك أو منطقة نافارا أي لديها سيادة مطلقة على ثرواتها سيادة مطلقة في موضوع عقد النفقات وأيضا سيادة مطلقة في موضوع جباية الضرائب لأن هذا عمق المشكلة بالنسبة لجميع الكتالانيين يعتقدون أنهم يتحملون اللعب الأكبر من الضرائب في إسبانيا سنبقي عينا نحن على هذا الموضوع وكل تطوراته ومعك دكتور سامي ومع كل المحللين القادرين سامر نادر أستاذ علقة الدولية شكرا لك على هذا المشاركة من بيروت موسيقى موسيقى